موسيقى المؤسسة وهذا العمل هو عمل منتظيم عمل عنده مزاقية ديله وكلاحظه هذا المزاقي كتبان في نوعية للحضور وفي التطور للحضور وفي التطور الاتمام عدد من الفاعلين والمؤسسات في هذا البعد ديل الصحة والسلام المهنية ايضا كيف رزنا ايضا كيفاش اليوم التكنولوجيا ديل الصحة والسلامة هي في تطور متزايد ولكن هذا المعرض اللي مهم فيه ليس فقط هو ما يعرض ولكن هو كون ان الزوار ايضا وبين مختلف مكوناتهم كي تحسوا بالاهمية ديل ثقافة ديل الصحة والسلامة المهنية اليوم كما قلت قبل قبيل يعني قضية الصحة والسلامة المهنية هي ليس فقط قضية ثقافية وانما هي كذلك قضية موية اقتصادية لا بد من الاستثمار في هذا المشروع ديل الصحة والسلامة المهنية لانه عنده عائد لانه اي ضرر يقع للافراد وللمنظومات هذا اثر ان يكون عنده واحد كلفة اقتصادية على المقاولة على المجتمع على الاسار على الدولة على المؤمنين سواء كانوا خصوصيين او كانوا عموميين فبالتالي كلما استثمرنا في الصحة والسلامة المهنية بالإعلامي بالتحسيسي بالتكنولوجيات بالتطوير الآليات ليس فقط تطوير الآليات والتكنولوجيات ايضاً دي الصحة والسلامة المهنية كلما تقدمنا اقتصادية فضلاً على كين واحد جانب لي هو جانب حقوقي لان الصحة الانسان له الحق في الصحة والسلامة والدولة ينبغي ان تحرس على هذا والفاعلين كلهم ينبغي ان ينخلطوا في هذا ولهذا بالنسبة للوزارة حضورها فهذا لان هذا المجال احد مجالات اختصاصاتها التي هي مخولة فيها بحكم المرسوم لكين ضمن عمان بالوزارة لدينا واحد المديري صحة والسلامة من مهنية و sophomينة كلمة اخيرة كلمة اخيرة هي أن صحة والسلامة المهنية عمل الجميع عمل الجميع سواء تعلقها بالفاعل الحكومي بالدولة بالجماعات الترابية بالفاعل الاقتصادي وبالتالي أنا كان نشكر بريفونتيكا على هذا العمل اللي كيدلوه في مجال ديال التطوير ديال الثقافة والصحة المهنية وتحسيس بيها ولا شك أننا نعيقاد هذا المعرض السادس لهذا النفس الموضوع كيدل على أن هذه جربة نجاحة وإحنا إن شاء الله قلنا نبقوا دائما يعني كان قدروا العمل اللي كتكون به الوزارة وإحنا عدنا مشروع عني ديال برنامج وطني صحة والسلامة غادي نحاول نشركو في جميع الفائل الاقتصادي وإن شاء الله منهم بريفونتيكا